يكون هو عنوان النصر مش عنوان الهزيمة وكتائب عز دينالا قسام تظهر صور لاستهداف قوة للعدو في مستوطنة حوليت بطائرة انتحارية مسيرة من طراز الزواري السور وراء وتحليق المسيرة باتجاه مقالة القسام انه تجمع القوات العدو قبل ان يقع تفجير بالمنطقة وحتى المحلين وتحية للسيد العميدة توفيق ديدي المحلين العسكرين يقول لك راهوا اليوم المسيرات هذه الصغيرة اللي كانت في الاصل تحلق وليترصد المكان اليوم مع المقاومة الباسلة اصبحت مسيرات تضرب ومسيرت الزواري اليوم تضرب في قلب الكيان تضرب في قلب الكيان الصيوني طبعا هنا ما هو فهم مسيرات المسيرات فهم مسيرات الاستطلاع كما شفنا مسيرات الهدهد هذه كواحد واثنين وثلاثة وفهم مسيرات هجومية كما فهم مسيرات انقضاضية اللي يستعمل فيها حزب الله هو انتحارية هو ما يسميها الآن المقاومة الاسلامية في فلسطين نفس الشيء تستخدم في مسيرات الزواري واللي هي مسيرات فيها الاستطلاعي وفيها كذلك الانتحاري واللي تستهدف بها طبعا مواقع العدو الصهيوني الصهاينا وهذا كشفوا حتى كبار قادتهم العسكريين ان منطقة رفحة التي اعتقدوا انها ستكون نزهة صارت حق الالغام وصارت وكل منطقة يتوغل فيها يتم تفخيخها هنا وصارت الفخاخ في كل مكان وكل يوم صارنا نتحدث على حدث صعب يعيش الجيش الصهيوني هذه هي حرب العصابات وهذه هي التنويع في العمليات المقاومة في فلسطين غيرت تكتيكاتها العسكرية ونوعتها وفعلا هي المقاومة الفلسطينية الآن دوخت الكيان الصهيوني يعني راهوا شوف الكيان الصهيوني يا سماح لم يتعود بالحروب الطويلة الكيان الصهيوني ليه يتعود بها عمره ما عاش حرب تسعة أشهر تعرف علش عمره ما عاش حرب طويلة الكيان الصهيوني لأن الحروب السابقة خذها الكل كانت حروب خارجية خارج فلسطين محتل خارج ما يسمى بإسرائيل كانت حروب خارجية في لبنان مع مصر مع سوريا مع الأردن مع معركة الكرامة وما شبه ذلك لأول مرة يخوذ حرب داخل فلسطين المحتلة ولذلك هو الآن يخوذ حرب وجودية لأن المعركة الآن هي في داخل فلسطين المحتلة ولذلك إطالة المعركة سيزيد في إنهاك العدو ورغم فما الجيش هي حرب استنزاف حرب استنزاف طويلة ورهيبة والاستنزاف هذي قاعد يستنزف في الكيال والاستنزاف هذي يرى من يخوذ حرب استنزاف هي حرب عصابات ليس حرب نظامية نجم الجيش النظامي يخوذ حرب عصابات هذه حروب يعني حروب العصابات حرب الشوارع حرب يعني التفجيرات عن بعض حرب كما شوفوا الفلسطينيين طبعا هم مدربون جيدا مثل هذه النواع من المعارك الإسرائيلي لا يتحمل ذلك الإسرائيلي لا يتحمل وبالنسبة له يعني جرب كل شيء وكل الألوية أنت تتصور أنت لما الجيش الصهيوني الآن يفشل حتى في تجنيد مزيد من الجنود يعني الشباب الإسرائيلي ما عادش أنت يشوف قارني جيدا يعني الجيش الصهيوني يبحث عن مجندين جدد والشباب الإسرائيلي يعني أصبح هاربا عزوف تام وهرب من المواجهة في الوقت اللي حسن نصر الله يتحدث أمس عن مطالب الآلاف للانضمام من المقاومة في لبنان شوفوا فرق بين إرادة القتال والعقيدة الإيمانية القتالية جهدية يعني هذا الفرق بين جيش الكيان وبين جيش حزبال الفرق بين جيش مرتزقة وعصابات مرتزقة وفرق بين جيش يدفع على قضية هذا هو الفرق بين جيش مرتزقة يعني من هم الجيش الصهيوني هم ما مرتزقة جاءوا من أماكن عديدة هنا جاءوا بحثا عن المال وعن الأمان هم ما جاءوا وش بش يحاربوهم غادي يعني بالنسبة لهم يعني فلسطين هي أرض المعاد وأتوها هناك لغانم شخصية لأكثر ولا أقل لم يأتي هنا ليموت ليموت من أجل ماذا هنا يعرف جيدا تلك ليست أرض ولا علاقة له بها والفلسطيني الذي يتمترس هناك وهذه كلمة قالها حتى ناطق بصبر جيش الصهيوني يوم أمس يعني لماذا؟ الفلسطيني يدافع على أرضه ويعرف أنها تلك أرضه وأرضه جداده يعني ليس له مكان آخر بالنسبة للإسرائيلي لا تفكير آخر مختلف تماما الإسرائيلي مرتزق يخوذ حرب إلا من وراء يعني أسترى من الدبابات أو من وراء من الطائرات البعيدة أما مش يخوذ الحروب من المسافة صفر تحت المسافة صفر الأهل اكتشف راها مع المقاومة الفلسطينية يعني لاحظة ليس تحركات الجنود الصهيوني تكون دايما براءة تمترسات كبيرة أما من الدبابات أو المزنجرات أو القصف الجوي البعيد أما الاشتباكات المباشرة فهم يفرون منها ويتجنبوها تماما لأنهم يعرفون أنهم سيخسرون هذه المعركة الآن الصهاينة في وضع لم يشهدوه منذ تأسيس هذا الكيان الإجرامي مجرم الحرب نتنياهو الآن في وضعية بائسة جدا بائسة جدا والصهاينة الآن تقريبا محشورون في الزاوية لم تعيش الصهاينة الآن يعيشون حرب وجود حقيقية يعني لم يعيشوها مطلقا لم يعيشوها رغم تدفق السلاح رغم يعني السلاح يتدفق بطريقة رهيبة لكن هذا السلاح يحتاج إلى رجال والرجال غير موجودون هناك